اشتركوا في القناة اهمية عن الحلقات اللي فاتت اللي تكلمنا عنها ودايما يرافقني في البودكاست أحمد الجناعي يا أهلا وسهلا شون ثقافتك القانونية والله معتمد على بوستات سوشال ميديا على حسب إذا انت ضايف محامين أسأل واحد تقص علي أنا بالقوانين إذا ضايف محامين يمورك طيبة بس إذا قعد تاخذها تشري من فهم مرات تصير بين المحامين على أساس أنك سبق صحفي يملك قوانين غريبة أو حقوق قريبة تكون لك أنت كمواطن ويذكرها بوست فيشدك صح تطبق القانون هذا ولا يطلع لا قائلا بطريقة ما لف ودار فانقال لك بطريقة وجاء فيك العيد فهم هذه البوستات فهم هذه المحتوى لازم الواحد يوعى عليه يصحى يتأكد من المعلومة على الأقل من محامين ثنين أو ثلاثة بالضبط على ساس أن تطمن بالضبط وأنا شوف بعدين مثل ما أنت اليوم عندك ثقافة رياضية مثل ما أنت عندك ثقافة صحية لازم واحد فينا يصبح عندها ثقافة قانونية لأنه ممكن تسوي أصلا شيء من غير ما تدري ويكون هذا مخالف صح فتحط نفسك في موقف معين فتستند على محامي شاطر زائد أن أنت يكون عندك الوعي في أمور معينة أساسية أغلب الأشياء التي تحوشني أنا مثلا المواقف اللي ممكن تفيدني لو كانت عندي الثقافة القانونية أكثر هي المخالفات مثلا نقول بالشارع إذا صارت مشكلة شنو طريقة الحل لا سمح الله صار حادث هل أتم واقف بمكاني أخرب السير ولا أمشي وأتصل يعني في أمور الواحد يعني شنو نتلاحظها مثلا إذا صار لك حادث مع النانوين ما شاء الله حوادثي كثيرة بعيد الشارع عنكم ما تدري بين الطرفين يمبين أنه لا يوجد ثقافة قانونية موحدة بيننا فهنا نحرك لا نقعد نتصل فحلو الواحد يكون واعي بهذه الأمور على أساس لا سمح الله صارت لها مشكلة إلا يعرف وين يتجه في أشياء تصير يعني اليوم مثلا يقول لك البعض يأخذ الثقافة القانونية من قربات وتب أنا أرى هذا شيء غلط حتى الشخص اللي قاعد يقول لك يمكن هدف أن ينصحك هدف أن يواعيك بس اللي قاعد يأطيك هي شيء ممكن غير قانوني أصلا عرفت يقول لك أو مثلا إذا صار الشيء الفلاني لا توقف امش أو لا ترد على الشخص مثلا على أحد من نقول بالمرور مثلا مثلا إذا قال لك الشرطي ترد عليه أو لا امش وروح له يعني معلومات مغلوطة فيخليك أنت بدلا أن تأخذ بس مخالفة مرورية ممكن يزيدهم عليك بالضبط قربات خلهم على صباح الخير مساء الخير نسوا على بعض انقل أخبار رسمية من قنوات رسمية صح انقل حتى لو كانت مثلا توجيه قانوني من محامين موثوقين مثلا أو تأكد من الخبر قبل الله تنقله لأنه فعلا ممكن أنك تواهق الناس يعني أنا اليوم يجب لك محامي موثوق منه الأستاذ منع عبدالله الأربش ناشطة حقوقية راح تعطي لنا إجابات لأنا وياك دايما عندنا تساؤلات بإذن الله بعد الفاصل لو مسألة فيت أستاذة مونة عبدالله الأربش ناشطة حقوقية تسولفنا قبل الفاصل أنا وزميلي أحمد عن أهمية الثقافة القانونية أن الواحد كيف يكون مثقف قانونيا وإننا نسمعها منك ما الفائدة أن الواحد يثقف نفسه قانونيا شكرا وشي على الإضافة أخي أحمد الناس يقولون أن الماء يعصب الحياة أنا عندي الماء والقانون لأن اليوم حياتك كلها مرتبطة بالقانون مثل ما قلت مثلا اليوم ما شايت بالشارع بالسيارة شننظم اليوم بتوقف وين بتصفط وين بتمر إلى القانون قانون المرور اليوم بتروح دوامك شننظم منه وليتخطاك في الترقية تبي مزايا مالية وتبي مطالبات معينة القانون اليوم اللي عندك شركة شننظم حقوقك والدساماتك أنت والعمال اللي عندك وكل حياتك في هذه الشركة القانون فاليوم مفروض أن كل إنسان عند الحد الأدنى وأساسيات من الثقافة القانونية لأن هذا القانون هو اللي ينظم حياتنا بالكامل حتى في البيت من حضانة من طلاق من زواج كله برتبط بالقانون أنا ما أقول اليوم لازم الواحد يدرس قانون ولا يصير محامي بس علاقة للأساسيات اللي أقدر أنا ماشي فيها حياتي الثقافة القانونية شنو شنو الأساسيات أو المصادر تخلينا أنا وأحمد اليوم يكون عندنا الثقافة القانونية الأساسية ممتاز اليوم معاملاتك اليومية شنو أنت اليوم قاعد تشتغل موظف حكومي تعلم شوي الأساسيات في حقوقك اليوم عندك شركة تعلم الأساسيات في إنشاء الشركة أو حقوق العمال اللي فيها حقوقك أنت كرب العمل فأنت اليوم شنو اللي قاعد تمارسه في حياتك اليومية ألقى لهذا الموضوع اللي تتثقف فيه شلون تتثقف فيه عاد وايد اليوم عندنا وسائل وفعلا يعني مفروض أن حتى الدولة ومشكورة فعلا قامت بالفترة الأخيرة أن تعطي بالمدارس ثقافة قانونية اليوم يعطون دستور من الابتدائي صحيح يعطون السلطات من الابتدائي فهذه أساسيات مفروض الواحد يعرفها شنو برلمان شنو سلطة تنفيذية شنو هذه المصطلحات لازم أصلا يتعلمونها للأشخاص على أساس أننا لما نسمحها نفهمها نتداولها نعرف شنو معناها فالمدارس مهم أن يكون فيها التوعية قانونية السوشال ميديا الحين لم يقصر أول كان عندنا بس يا تلفزيون يا إذاعة الحين وسائل التواصل الاجتماعي ما شاء الله بس ما تحسين أنه ممكن تكون تتوهنا بدل لا توجهنا هذا عاد كثرة المحامين في وسائل التواصل الاجتماعي هذا دورنا شلون أيضا أنا اليوم لما أريد أخذ معلومات خلنا ضرب مثال جوجل سيرتش أنت لما تحط أي سؤال في جوجل ممكن يطلع لك مليون صفحة صح هل كل المعلومات التي فيها صحيحة أكيد لا يمكن هذا تكون معلومات غلط هذه معلومات قاصرة وغيرها فاليوم أنا اليوم أيضا لما أخذ معلومات من السوشال ميديا أخذها من ناس موثوقين يكونون فعلا مثلا إذا كانوا محامين يكون قيدهم لا يقل عن قيد معين ما يكون مثلا من محامين مبتدئ لأننا دائما أصلا نقول حق زملاء المبتدئين لا تدلون بدلوكم القانوني إلا بعد سنوات معينة عشان تكون عندكم الخبرة والمعلومات الصحيحة يعني يعطيك مثال جدا بسيط اليوم لما تبحث في جوجل عن جريمة معينة وعقوبتها سيطلع لك جريمة وعقوبتها غرامة لا تقل عن مبلغ كذا ربية ربية اللي بجوجل كلها بالربية بالقانون القديم فاللي ينقلها في السوشال ميديا سيقول لك نفس القيمة بس يقولها بالكويتي هذا غضب القانون اللي ديد القيمة نفسها تغيرت فتخيل قيس على هذا الموضوع وفي اليوم شون أقدر أصنف المحامين الموجودين في السوشال ميديا بحيث أنا تابع المحامين يملك من الثقافة الكافية اللي يخليني ما أتوه في القوانين خوش سؤال اليوم في جمعية المحامين عندنا معحد لمحامات الكويتي في مجموعة كبيرة من مدرب قانوني معتمد وهما يدربون الطلبة حديثين التخرج أو يتخرجون من طلبة القانون أو المحامين لأعمال نظيرة يكونوا من جهة ثانية وعندهم خبرة قانونية ويبقوا يصيرون محامين هذول المدربين القانونيين هما محامين خذوا دورة تدريبية طويلة أهلتهم أنهما يدربون أعتقد أن هذه المجموعة من أفضل الزملاء التي ممكن أن نأخذ ونستقيم منهم معلومات القانونية وأيضا طبعا الذي يكون عندها خبرة كبيرة قيدة من استئناف وأعلى هنا أيضا تكون معلوماتهم أكيد تكون إن شاء الله بإذن الله موثوقة ونبتعد عن المحامي المتدرب إلا بعد ما يعدي مرحلة التدريب متفقص الآن الاستشارات القانونية أكيد هو شيء مهم الواحد قبل الله يسوي أي عمل يستشير محامي بس ممكن عند القدرة هذه أن يستشير لمحامي أو أن يأخذ عنده جلسات فالناس الفئة هذه شون ممكن تثقف نفسها قانونيا أو تحمي نفسها قانونيا من أي مشاكل ممكن تواجهها جميل الآن أغلب المحامين بالحسابات التواصل الاجتماعي قاعد يسويون فيديوات توعوية فالفيديو التوعوي هذا مهم جدا نحن نسمعه نفهمه وأغلبهم يسويونها بلغة بسيطة يتكلمون بالعامي بالكويتي فهذه المعلومات نفهمها وندولها أو نسأل تحت المنشور هذا سؤالنا إذا ما فهمنا وأغلب المحامين قاد يعطون استشارات مجانية إذا سألتني سؤال بسيط سأحرد عليك بس إذا كان الموضوع يحتاج بحث ودراسة هنا أنا سأقول لك لا تفضل المكتب عشان أنا أعطيك الرأي السليم لأن موضوعك قد يكون متشعب يمكن أن أقول لك الآن أنا شغلة ولكن أتفاجأ بعدين بالأوراق عندك أمور ثانية فما يسير أنا أقول لك بس هذا الشيء البسيط وأسكت هو مو واحد زائد واحد يسوي اثنين القانون لازم أبحث مثل طبيب الأسنان لما يقول لك عشان شخصك عدل سيقول لك تعال خلصويتك شععة فعشان مصلحتك أنا أقول لك تعال خلصويتك أبحث الموضوع عدل ولكن لما تسألني لأن هذا وقت أنا قاعد أستقطعه في المقابل في موكلين وموقعين وعندهم احتياجات وملفات في حالات يا تتش سادة موني اليوم سبت نصيحة من شخص حزتها خلاها مثلا تزيد العقوبة عليه لو كان ياي من أول شيء للمحامي كان موضوع بسيط أعطيك مثالين مثال عن قضية مدنية ومثال عن قضية جزائية قضية مدنية واحد يا قال عندي منع سفر واحد من المحامين نصحه نرفع لك التظلم راح رفع للتظلم يعني يريد أن يشيل للمنع سفر الصح اللي كان لو عنده خبرة شي يسوي يقول له لحظة ليش عليك منع سفر أروح أتبع أشوف قول له عليه قضية قضية أسره أنا فقط وما يدري عنها الحكم غيابي معناته أنا إذا يتظلمت معناته أقريت بالحكم هذا بس بيرفع منع السفر يعني أنا موافق الحكم بس برفع منع السفر فهني طاح بالفخ فهني شنصار كان مفروض أن يروح يشوف شن القضية وأطعن عليها وأقول لا أو أقلل النفقات أو ألغيها هذا خطأ الآن ننتقل لحق القضية الجزائية واحد عليه غرامة عشر دانين ولا خمسين دينار فممكن واحد يستسهل يقول لا ادفعها خلص شلك بالطلايب وترفع قضية ومحام يأخذ منك أتعاب أو بلا دندرة أونلاين رح يدفعها على برنامج سهل ويتفاجأ أن هذه الغرامة بناء على الحكم الجزائي يعني إذا دفعتها يعني أنت وافقت على الحكم هذا يعني صاحب القضية هذه رح يرجع عليك بالتعويض شفت العشر ولا الخمسين هذه ترجع عليك بالتعويض بالآلاف العشر بداية فلازم تطعن ما تدفع تستسهل الموضوع فمعلومة بسيطة رأي بسيط ممكن يوديك بداية مثل ما نقول فعلا أنا الآن أغير وجهة نظري بكثرة المحامين بالسوشال ميديا شيء إيجابي صار أن صارت الاستشارات المجانية أو تتقيف المجاني يتنافسون بين المحامين على أساس أن كلها أكيد بالنهاية بمصلحة الناس بس أنا أريد أن أتكلم عن أن أهمية تتقيف شبابنا أو نبني جيل يديد مثقف قانونيا أنت ذكرتي أن بالمدارس قد نحط هذا الموضوع بس في أمور سياسية دستورية جميل أن يكون عارف حقه في كل المجالات على أساس موضوع أن أخذ حقي بيدي هذا ما ينفع أنت بجيل صغير فأنت القانون وياك يحميك من ونت صغير حتى لو واحد تهو شيئا بالمدرسة مشاكل صارت لي معه ولي أمر شخص آخر في الغالب إذا ما كان ما كان واعي وداري حقوقه واجباته سيخاف سيألجأ أن هذا الشخص الآخر يستطيع يفرض عليها يبتخ أو يمنعه من أخذ حقه فجميل أن نوعي جيل كامل جديد تجاه الثقافة القانونية عادة النشر لأي تغريدة كانت الشخص الذي غرد هذه التغريدة قال شيء مسيئ مثلا إذا أنا سويت ريبوست أخب معا نفس العقوبة أمية بالأمية أيضا تسائلك متهم النشر وعادة النشر نفس عندما كنت تعيد النشر كانت خذيت كوبي بيست وانت حطيت فتصير متهم لا وبعد لازم الواحد ينسبه لأن الآن صارت تجارة الوايد من الأشخاص يتعمدون يستفزون المشاهدين والقارئين عشان يأخذون تعويضات يكتب شيء مستفز لا أحد يحاسبه لكن من يحاسب الذي يسب ويحين ويحين بالآلاف يخذ ويسألون ويسألون يرجع عليهم بتعويض يعني غير العقوبة تعويض فلازم الواحد ينتبه نشر إعادة نشر حتى في الانستجرام في الخاص ولا تحت بوست معين أكتب أنا عساءات حطم الكرامة هذا كله سهل جدا الواحد يبهم عن طريق جراء البيترونية عن طريق رقم ويسألون بزماننا الحين والسوشال ميديا مسيطرة على حياتنا كلها مهم جدا أننا نثقف نفسنا قانونيا بالسوشال ميديا أكثر نحن نطلع فاصل غصير ونرجع نكمل حوارنا عالم القانون شاسع بحر وصعب الواحد يعرف كل شي عنا بس الأكيد أن اللي نحقوق وواجبات نعرفناها ما رحضي حقنا نحن نعرف تعرفون حقوقكم وواجباتكم شو نتعلم في الثقافة القانونية بالأسف لا أعرف عنها أي شي ولا شي ولا أي شي وواجباتي مرات يقرأ مرات بحثنا مثل ما يقولون بقوغل وبس إن هذا يدور فيه بقوغل عندي صورة صغيرة وبسيطة عن الموضوع هذا اسمه متعمق فيها وائد لأن بالنهاية نرجع حق الأصدقاء والأقارب قبل أبي أبي محامي فغالباً يسألوا عن هذه الأشياء وممكن نبحث بالنهاية معرفتنا بحقوقنا القانونية ستحمينا وواجبنا أن نكون واعين لكي نستطيع نحمي نفسنا وإسرتنا يعني كنا نتكلم عن السوشيال ميديا وماذا نتأثر على بعض الأشخاص مجرد إعادة النشر لكن بنفس الوقت هناك تصرفات بسيطة أن الواحد يسجل خط باسمه ويكون لشخص آخر هو الذي يستخدم التليفون ونقول أساءل الاستخدام باتصالات بمساجات بواتساب وغيرها اليوم أنا سجلت الخط باسمي أتحمل نفس العقوبة للشخص الذي أساء في استخدام الهاتف أو شي دائما لا تسجل خط باسمك وتعطيه أحد ثاني لأن أول واحد سينسحب بالتحقيق صاحب الخط نفسه وتعال عاد فتش نفسك واثبت أنه مونت الذي استخدمته في وقت ارتكاب جريبة معينة لأنه ممكن هذا الخط يأخذه في استعمال الهاتف يدز ويهدد أحد يبتز أحد ممكن يستخدمونه في أتجار في المخدرات والمؤثرات عياذه بالله ممكن جرائم أم دولة فإحنا الموضوع ترى مو بسيط صح شفناها فعلا في المحاكم في التحقيقات ينتهل للشخص ويقول أنا عطيته فلان تعال اثبت أن أنت عطيته أمتي عطيته وأن أنت بالتاريخ الفلاني والوقت الفلاني مونت اللي استخدمته ترى صعب وايد صعب جدا جدا صعب فمن اللي رح يسأل من اللي رح يياكلها أول شيء صاحب الخط ليش كل شخص عندها مدنية يقدر يفتح لها خط من أي محل تلفونات لا تعطي أحد تلفونات لا يوجد نحرج يقول مثلا يجب أن نتحدث يجب أن نسجل خط باسمه وأنا كنت قريب من هذا المكان هذا صعب يفيدك هذا الذي يحرج منك هو الذي يؤديك بداه عن حسنية ولا عن سوء نية لا تقبل كل هذا موضوع شخصي أنا أعتذر منك هذه التوعية التي نتحدث عنها أن الواحد لا ينحرج لأنه بالنهاية فيها لها أبعاد مثلا من الواحد يعطي سيارته حق أحد ثاني ويرتكب فيها جريمة أو يتعاطى فيها أو يحادث فيها أو غيرها أو يطوف الإشارات فيها من اللي بياكلها صاحب السيارة هذا يعتبر مشارك صاحب السيارة مشارك وهو صاحب السيارة فهو اللي رح يدفع المخالفات وهو اللي رح يسأل ويسأل إذا كان لقوا السيارة مساوي حادث أو ممكن استداموا وغروب أو لقوا فيها مثلا مؤثرات أو غيرها من اللي بيسأل أول واحد صاحب السيارة صحيح فدائما نحن ننتبه أملاكنا الشخصية ما نعطيها حد نهائيا من ضمنهم الـ OTP الـ OTP هذه عاد سوت مشاكل الحين نيابة متروسة في قضايا للتداول الإلكتروني وعمليات الناصب ولي دشون عليك عاد يتزول لك ويقول لك تعال بس عطي الـ OTP ويسحبون اللي بحسابك كامل هذه يعني مفروض أن الحلقة كاملة فلن صحيح فعلا نحن سوينا حلقة كاملة عن موضوع الاحتيار الإلكتروني بس ربطت الموضوع لأن هي من ضمن ممتركاتك الخاصة ما تشارك فيها مع أي حد أين كان صرت القرابة أين كانت المعرفة بينك وبينها إذا أخذها على مستوى شخصي أنا أحب أصور ستوريات في البرامج التواصل الاجتماعي فأريد أن أعرف حقي كشخص وحقوق الناس عساس أن لا تعدى على حقوقهم فإذا مكان عام أنا مثلا وأصور ستوري هل مسموح لي أصور الناس كلهم الموجودين هذا السؤال صار فيه جدال شديد شديد أنا كل شخص صار نوع محتوى صار وقع يصور صحيح الأصل أن أنت مفروض أنك ما تسلط الضوء وأنت تصور على شخص معين حلو جمل هل اليوم هذا الشخص ممكن يقدم عليك شكوى باب المحكمة مفتوحة الكل الكل يقدر 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 شكوى الكل يقدر يطيق باب المحكمة بس هل اليوم ستأخذ إدانة أو براءة المحكمة تقدر هل اليوم أنت صورت عشان تنشر عشان تبتز وتهدد ولا أنا صورت لأجل التصوير العام بحيث أن أنا قاعد أصنع محتوى معين وقاعد أصوره فأهني شنونيتك شن القص من هذا التصوير فبحكامة التمييز استقرت على أن التصوير لأجل التصوير العادي ما يشك الجريمة بس إذا صورت عشان تبتز شخص معين وتهدد وترتكب جريمة بهذا التصوير هني تتفق معي بهذه النقطة أرى ناس أو فيديوهات تصل واحد ينتقد موقف معين مثلا سنقول هناك منتج جديد نازل بالشركة الفلانية فترى طابور ناس واكفة أنا رأي فيديو واحد رافع التلفون يقول شوفوا هالناس المصدقة وقاعد ينتقد ويعلق على هالناس ومصورهم ويوه ناس من بينه أنا لو واحد منهم مواقف أريد أن أعرف على قضية لأنه لا تقلل من قيمتي ولا تستهزئ في تصرفي ولا تبين أنا كأنني معرض للسخرية في حسارك فشلون أقدر أرفع على هذا الشخص قضية ممتاز إذا كان في إدانة سيكون في تعويض بعد أصرفه كل على المطعم هذا لأمشى الإدانة هل يصور قال أنه مصدقين على الله حديثين نعمة أساء استخدموا مصطلحات فيها إهانة في حطم الكرامة هذه جريمة لأننا نقول المحكمة هل ستقدر هل التصوير هذا مع كلمات أو في سخرية مثل ما تفضلت نسمي إهانة حطم الكرامة هل اليوم ارتكب جريمة وهو يصور إيه إذن يساءل هنا أيضا يعاقب تأخذ تعويب بس اليوم الذي قاعد يصور يقول والله أنا ما أشوف أن هذا المطعم يستحق الوقفة هذه هذه الكمية من الناس وين ما أسأل لأحد يصور المطعم يصور لأشخاص أنا قصد أن اليوم أنا أرفع الكاميرا على أحمد الجناعي يعني هو من ضمن الناس الواقفة ويقول أن المطعم لا يستحق ولف الصورة وأحمد يمكن وكمل هنا تمام المطعم لا يستحق وين الإهانة في الموضوع وصور الذي يواقف في المطعم المطعم لا يستحق دعي صاحب المطعم وهو يرفع الشكوى المتضرر صاحب المصلحة الذي تم إهانة مطعمة ونعت وأطلق عليه الصفة أنه ما يستحق فهو شاف أنت قطع رزقي أنت اليوم قاعد تهين مطعمي اللي أنا تعبان عليه وعماله وإجارات وهو فهنا صاحب المطعم لكن اليوم هو يصور طلع شخص هل أنا سأتحق هذا الشخص أنا ما سأت له وحسب على الشنو لا جريمة إلا بنص هل ارتكب جريمة ما ارتكب جريمة إذن براءة كون أبمكان عام يحق لي أن يطلع معي بالفيديو طبعا ما أصلط عليه الضوء ولكن يطلع إذا بنقول أنا تدري تكنولوجيا القانون يواكب التكنولوجيا إذا بنقول صورتها في الكاميرا الأمامية وهو طلع بكامل إرادته معي في الفريم في الصورة هل هذا للحق إذا كان سواء مكان خاص ولا مكان عام هل هذا يعتبر برضا أنك هنا طلع معي بالفيديو أحيي ما تكلم على الرضا سواء طلع معي برضا ولما طلع برضا أنا أتكلم عن الواقعة هل اللي طلع وياي برضا أنا سبيت أه أنت ارتكب جريمة حتى لو برضا أنا هنت رح تعاقب فاليوم أنا الشخص اللي طلع معي هل قلت له الشيء يعتبر جريمة رح يقدر يفعل غضية غير هل فالأمور مباحة إلا إذا ارتكب جريمة فأنا أسائل وعاقب جميل نحن معنا بنتواهج بعد يعني نسوق القلل يعني نحن اليوم حتى أن أسألتنا مبنية على مواقف حقيقية نحن تعيش يعني أعطيك مثال بس الكل يقدر يقدر يقدم شكوى يعني أنا اعتبر أن اليوم لما صورتني بدون إذني للحين مرتكب جريمة بس صورتني بدون إذني أنت أساء تسعمال هاتف أنا ما بيحي يصورني أنا ما بيأطلع أنا ما بيأحد يشوف أن أنا بالمكان الفلاني بالوقت الفلاني فأي أحد يقدر يتقب بالمحكمة ويرفع شكوى وقدمها بس المحكمة ستقدر هل سألك أو ما سألك ارتكب جريمة أو لا عشان يدينك أو لا فما في حق أخو أحمد عشان نفس الموضوع يعني يصورني أنا في مكان عام بس أنت مكان عام ما تبقى أحد يصورك يقعد في البيت صحيح أنا لنحرني هذا يقول شوفوا الزحمة أنا تشكيل مع همات يعني أنت صور ويصبح طالعو أهلا أنا واقف بالدور شوفوا الزحمة بكل بساطة أنا مثلا لما نصير مثل هذا الموقف مفروض أن الواحد أشهر من بعيد لا تصور فأنا أبدأت رغبتي أن أنا مراضي وموافق فأني عندي حق في الشكوى بساطة أنت صورني بدون إذني بدون موافقة وقلت لك أنا فصورتني معناتها أنا أقدر أغاضيك وبأخذ منك تعويض مثلا نحن مجتمعنا بحكم القرب والعلاقات الطيبة التي بيننا تجد أن الناس تتصر على بعض بناء على منصبك أو مكانك فأنا افترض أن أحمد إجناعي موظف في وينك وأحمد صديقي أحمد أنا طالب فلوس فأنا حساب أجمع لكي أريد وليس يتعذر لكل مرة يقول أنني لدي فأبي أصيد وأقول أنت لدي هذا مرة سيغلق علي أنا من تحت إلى تحت وأحمد يفزع لي يقول أنني لدي لدي الفلوس وأنا قلت لدي 6 ألاف دينار فعطني فالتلاف لدي تروح فيها من أنا ونا دخول غير مشروع علي ومشاركة منك وديتنا بداخل أثنين كوم وهو دخول غير مشروع وأنت طلبت منه وصاهمت وطلبت منه أن يدخل على حساب بدون وجه حق اليوم دخول غير مشروع جنحة وتوصل عقوباتها إلى ثلاث سنوات حبس وعندي واقعة قريبة ثلاث سنوات بالضبط نعم غير الغرامات اليوم أكثر شيء يصير في الجهات التي ممكن تكشف فيها إذا كان علي منح سفر أولى إذا كان علي منح سفر أولى معناتها أنت اليوم دخلت بدون توكيل أو بدون معاملة جدامك واحد طلب منك وانت ما تفضلت والله رفيجي يمون علي تك تك دشيت على السيستم عطيت المعلومة من الذي سيدخل فيها متهم الموظف نفسه والذي طلب مني الدخول لأن اليوم لا أدخل على هذا السيستم سواء بانك أو بجهة رسمية لأنها معلومات سرية خاصة إلا بتوكيل أحد ما يعطيني توكيل عن هذا الشخص يستلم عنه أو صاحب العلاقة جدامي أو معاملة لصاحب العلاقة غير فيها إدانة وحبس الموضوع مبسيط نقطة مهمة نصيحتنا حق الأخوة الذين يعملون في البنوك حتى الوقوق والجهات كلها مبسي البنوك المعرفة هذه التي تودك وراء الشمس هذه مخش معرفة نحاش منها لا تسمع لها اللي يتبين أنا ودي أسألك على مستوى الشخصي أستاذة هل فعلا في أي معاملة إلكترونية تسويينها أي كانت فتح حساب جديد في تطبيق هل تقرأين الشروط والأحكام التي نضع عليها صح شخصيا أخذها كوبي وقالوني وهو يقول لي بعدين لأن سيكون وائد وبخط صغير وما لدي وقت كاف أني أقرأ فكوبي بيست أدزلة كان شيء مهم يعني سيضع معلوماتي سرية سيشتر وبيع فيها وغيرها يمكن أن يودينا بداية هذا التصرف أنا متى شخصية عندي في المكتبة من أي نأسس الشركات التي يفعلون تطبيق ويهتم في سياسيات الخصوصية والشروط والأحكام وبنود التي نتعب عليها تأخذ مننا أطول مدة ناحية الفنية سيسويها لكن من ناحية قانونية سننتعب على الشروط والأحكام والسياس الخصوصية فباتش لو حصل مشكلة سنقول الشخص الذي دخل أنت موافق على سياسة الأحكام وليس قرأت أنا لا يعتد بهذا الكلام أنت موقع وحطيت ودخول معناته أنت وافقت على شروط فمعناته هذا عقد بيني وبينك فلا يعتد فيه فإذا كان الموضوع أو ويب سايت الموقع هذا مهم ستسوي عليه معاملات مهمة لا طبعا اقرأ لأن بعدين لا تستطيع تقول أنا ما قريت ولا ما أدري فاتني ولا حطي خط صغير لا لازم يقرأ اليوم عشان أحفظ حقي أنا كشخص هل هناك طريقة معينة مثلا أحتفظ بالعقود والوثائق دائما في أي معاملة يكون عندي نسخة من هذا الشيء حقك أنت اليوم توقع أي شيء حقك أنه ليس تأخذ منه صورة أصل اليوم الطرفين قدام أنهم وقعوا من حقك أن تقول أنا بأصل لأن لما ترفع أنت دعوة سمح الله المحكمة تطلب أنك أصل فتعال أنت لو تصبح خلاف تقول الطرف ثاني لنعطني أصل ما سأعطيك فمن البداية من حقك تطلب أصل وتضع لك فولدر أنا أنا شخصية أحط لي فولدر أون لأ أرفع عليه يوم من الأيام إذا صار خلاف أو شيء أقرأ لي حق أو لا قبل أرفع دعوة لأن حتى لو تذهب إلى حق محامي يقول أنا أرفع عليه أو المؤجر يطردني وطالب مني فوق الإيجار مبلغ وقدره أقول أعطني العقد أقرأ العقد أو أنت موقع على بنت أن تدفع قبل السنة غير الإيجار مبلغ وقدره شرط جزائي فنشوف العقد فمهم جدا نحتفظ بالعقد وصول منها لأن سمح الله صار شيء أن نرجع لها ممتاز أنا أظن أن هذا الموضوع مهم أيضا في موضوع الشراكات أفتح شركة مع شريك دائما في البدايات تكون الحياة حلوة الحياة وردية أنت وشريكك وكل شيء يصير على حسن النية أن لا لا داعي أخيش خلص خلص أنت نسخة خل عندي نسخة وتنصدم بعد سنة سنتين تتغير الأحوال وتبدأ أنت تتحسف على كل الأوراق التي راح منك أو التي لم تخشيتهم من بداية مشوارك في الموضوع الشراكات أحمد هذا يقولك شغلة مهم موائد بخصوص الشركات والشراكات لدينا عقد رسمي الذي يكون في الوزارة هذا عقد التأسيس عقد التأسيس تقدر تعدله في أي وقت فإذا اللي وقعوا أصلا ومثل ما أنت تفضلت أنه انحرجوا من بعض وكانت الحياة حلوة بينهم وما كان بينهم هذه الخنق والخلافات فوقعوا وما انتبعوا حق تفاصيل معينة يقدرون يعدلون العقد بعدين إذا ما كان عقد الرسمي في المحكمة إذا كان عقد بينك وبين الطرف الثاني عرفي مرة مسوينا بينكم من بعض تقدر تسوي لها ملحق تقدر تعدله فمهم جدا أن ترجع حق العقد تشوفها من البداية لا تنطر يصير مشكلة لأن إذا صاد مشكلة معنات تروح المحكمة معنات تروح حق الخبر معنات بالطول المسألة فأنت من البداية أثناء التصرفات هذه صارت مشاكل تعال نعدل العقد بشكل يحمي أننا غفلنا لدينا ما كتبنا كبر نشاطنا دعنا نكتب الأشياء لنقضي لنقضي ملحق أول ثاني هذه القانون لا يوجد أهل لكن لا نطيح في المشاكل بعدين أن ينحلها من البداية دعنا بالسليم شكرا لك أستاذ حضورك مهم جدا أن الواحد يثقف نفسه قانونيا توقيحه كاف بنسخ بصور شكرا على تواجد أستاذ مونة وهذه حزتنا تعرفونها كلكم متى حزتنا أبو شعب حزتنا قبل عصر قبل عصر نشوفكم على خير إن شاء الله اشتركوا في القناة